نظمت نقابة الصحفيين بالقاهرة يوماً تضامنياً مع الصحفيين الفلسطينيين تضمنت الفعالية فقرات خاصة بالأطفال بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن فلسطين والقدس وأهم المواقع الدينية والأثرية لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظمت نقابة الصحفيين بالقاهرة يوماً تضامنياً مع الصحفيين الفلسطينيين النهاردة هو يوم من أيام متتالية للتضامن مع العضية الفلسطينية مع الفلسطينيين على كامل قرارة الفلسطينية وفي غزة اللي بتعرضوا الحرب إبادة وعدوين مستمر بقى العشر سنين النهاردة يوم من التضامن مع الأسرى ومع قضية عادلة زي كل نحن نتضامن مع كل قضية عادلة بس تظل القضية الفلسطينية بالنسبة لنا وبالنسبة للصحفيين قضية محورية وبالنسبة للشعب المصري ومصري بشكل عام نحن اليوم فعالية ما بين أبناء العاملين في نقابة الصحفيين أخوتنا أخواتنا وأخوتنا صحفيين وأبناء الجالية الفلسطينية في مصري لهم أعضاء بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبارة عن برنامج ثقافي توعوي بيحكي عن القضية الفلسطينية بشكل مبسط ومن غير شعرات يعني منعرفهم إيش يعني ألوان عالم فلسطين إيش معنى الكوفية فيلم قصير عن دور الإنسان في دعم القضية الفلسطينية الفعليات تضمنت فقرات خاصة بالأطفال وذلك بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية إلى جانب عرض فيلم تسجيلية عن فلسطين والقدس وأهم المواقع الدينية والأثرية كنا حافين أن نرسخ لدى الأطفال أهمية فلسطين وتاريخها طبعا تبين هذا من خلال الشرح الكافي لمعالم فلسطين أهمية القضية من ناحية دينية ومن ناحية إنسانية وإنها يجب إن هي تكون رسالة كل مواطن عربي إنه هو يحمل قضية الفلسطينية على عاتقه وإنه يدافع عنها حتى تحريرها الأطفال دولت هم الأمل بتاعنا في الوقت الحالي فيه لا فيه تفاول حلو جدا لما بدنا نشرح عالم فلسطين كلهم كانوا رفعين عالم فلسطين فدي حاجة بالنسبة لنا إحنا حاجة يعني بتدينا أمل إن عالم فلسطين لا هيفضل مرفوع أنا عرفت النهاردة إن اللون الأحمر هو دم الشهدة وإن اللون السويت ده هو الخوف والرعب إنما اللون اللابيت ده إن هي الصفية إنما اللاخدر ده هو لون الزرع والزتون إنها مفسوطة جدا مش عارفة إن أصف لكم إزاي أشكركم جدا إنكم بتدونا معلومات عن الخريطة وعن فلسطين أكتر في أكتر ونستفاد منكم كثير تأتي هذه الفعاليات بالتوازي مع مخاطبة نقابة الصحفيين مختلف الجهات والمنظمات الدولية لوقف استهداف الصحفيين إلى جانب ضرورة وقف العدوان في حق الشعب الفلسطيني الشقيق جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري